هنا في أحد أكثر الأماكن يشعان في العالم تشيرنوبل تجاهلت روسيا المخاطر النووية المحتملة عند شن عملياته العسكرية في أوكرانيا ألاف القوات والدبابات الروسية توغلت في منطقة تشيرنوبل خلال الساعات الأولى من الاشتياح الأمر الذي أدى إلى إزالة التربة شديدة التلوث من موقع أسوأ كارثة نووية خبراء صدموا من تجاهل الجنود الروس للسلامة أو جهلهم بها وشبهوا حفرهم للخنادق حول مكان المفاعل بمن يحفرون قبرهم بأيديهم بينما عثر بعض الجنود على مواد شديدة الإشعاع فاحتفظوا بها كتذكارات أو ربما لبيعها كانت دباباتهم وأسلحتهم قريبة جدا من المحطة وكانت طائرتهم تحلق فوقها كان من الخطير جدا التصرف بهذه الطريقة موظفو تشيرنوبل كانوا تحت تهديد السلاح الروسي لأكثر من شهر بالطبع نعلم بنوع التهديدات التي قد تحدث لمحطة طاقة نووية لكن لم نتوقع حركة المركبات الثقيلة بالقرب منها حيث يمكن أن يحدث ذلك فقط في ظروف الحرب وظلت السلطات الأوكرانية متوقفة عن مراقبة مستويات الإشعاع عبر منطقة تشيرنوبل لعدة أسابيع وتقول إن الجنود الروس استولوا على الخادم الرئيسي للنظام مما أدى إلى قطع الاتصال في الثاني من مارس لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن أوكراني أبلغتها يوم الثلاثاء باستعادة الاتصالات المباشرة بين تشيرنوبل والهيئة الحكومية للطاقة الذرية عقب مغادرة القوات الروسية وأن رئيسها رفيال جروسي سيتوجه إلى المحطة هذا الشهر جروسي سيقوم بإجراء التقييمات على محطة تشيرنوبل بعد أسابيع حبس العالم فيها أنفاسه خوفا من تكرار أسوأ كارثة نووية والتي إن وقعت هذه المرة فستكون بفعل فاعل وليست خطأا فنيا كما حدث عام 1986 في المحطة ذاتها رشخيط الحدث